عند أضلال بيته الذي غمرته السيول يقف أحد سكنة قرية جوازرات يتأمل محل لقريته جراء ارتفاع مناسب مياه نهر رجلة خلال الأيام الماضية عشرة المنازل والمزارع تضررت بفعل موجة الفيضانات هذه جاعلة حياة الناس هنا تتوقف بشكل مؤقت بعد خروج جسر جوازرات عن الخدمة جوازرات انتهت محاصرة من كل الجهات من جهة خضاء بلد من جهة ناحية تضلعية من جهة ناحية المحتصم ما عندنا طريق نخرج به والجسر هذا أمور تعبانة صارنا يومين محصورين لا نقدر نطلع لا نقدر نطب تدمر زرائنا تدمر بيوتنا تدمر تحلنا تدمر فريد نصل الرسالة للرسل وزراء الله يحفظه إن شاء الله رريد نشونا صورة حل رريد مساءة يساعدونه مدارس معطلة دوام ما يكون قبل التلاميذ والطلاب الهيات التعليمية لا يستطيع التنقل لأنه كل الطرق مقطعة في هذه المناطق حوالي خمس قناطر تخمرها المياه هذه القناطر كان كلها إن شاءها خطأ في خطأ لأنه أبسط فيضان هل طلعت خارجي الخدمة فرق الدفاع المدني والجهود الحكومية الأخرى كانت متواجدة في هذه القرى بعد أن شكل مجلس المحافظة خالية للأزمة من أجل متابعة أوضاع ساكن مناطق ضفاف نهر دجلة فضى عن تشكيله لجنة لإحصاء الممتلكات المتضررات من أجل تعويض مالكيها بعد حقيقة المناشدة وبعد مطالبتنا من قبل وزارة المارد المائية أرسلت وفد صباح هذا اليوم وبالضغط الكبير تم تقليل منسوب المياه وطلقات المائية كانت 1500 اطلاقة مائية ولكن بعد الضغط عليهم تم تقليلها ل 1200 اطلاقة مائية وبالتالي قل منسوب المياه ما كان عليه قبل يومين وسوف يتم ينزل حسب ما أشار زارة الشارة وزارة المارد المائية في اليومين المقبلين سوف يتم تقليل الإطلاقات وأيضا سوف يقل منسوب المياه ونحب أن نطمئ أنه سوف يكون الوضع عام إن شاء الله في الأيام المقبلة القليلة القادمة قرن أربع وصلت إليها سيول مياه نهر دجلة أشعر الساكن مناطق النهر الأخرى بناقوس خطنا قد يباغته في أي وقت حياة الأهالي في هذه القرى كلها معلقة بخيط رفيع يهدده الانقطاع في أي لحظة على الرغم من أنها ليست المرة الأولى لحدوث مثلها كذا سيول يتضرر فيها سكنة المناطق القريبة من نهر دجلة دون حلول حكومية حقيقية سجاد حكمة قناة زاقروس محافظة صلاح الدين